أكيد دكتور سمير البحرية المصرية ما بتعملش منورة زي كده من فراغ يبقى لها أهداف عايزة أو رسائل يعني كرجل عسكري تقول إيه طيب العلم العسكري بيقول عندنا في حاجة اسمها الرضع بالانجليزي دي ترانس تبتدرس في كل المعاهد العسكرية في العرب إنك بترضع اللي قدامك بحاجتين في رضع معناوي ورضع مادي اللي اعنا شفناه النهاردة ده الرضع المعناوي إنك إنت إلى من يهم الأمر إحنا عندنا القوات بهذه الكفاءة وبهذا المستوى من التدريب اشتركت كل الوحدات والدفاع الجوي والقوات الجوية والطيارات الروسي الجديدة اللي على حاملات الطائرات اللي بيقعد هناك بيقعد يمسي الكلام تيحلله اللي العلمك المناورة دي بيعودوا عليها 3-4 أيام كل حتة من دول بتتحلل الطائرة تلعت إزاي على حاملات الطائرات ونزلت الله ده مستوى وهل حاملات الطائرات كانت واقفة ولا ماشية لأنه هي ماشية والطائرة بتطلع وتنزل قصة تانية فبقولك بيقعدوا تقم حاشم السادة إنها 3 أيام آه القوات الجوية اشتركت إزاي هل في تنسيق القوات اللي نزلت الإبرار ده الله ده عندهم قوات إبرار أنا كانش عندنا الكلام ده زمان كل ده حاجات جديدة تمت في الفترة اللي فاتت الغواصة اللي احنا شايفينها دي دي أحدث أربع غواصات في العالم المنية مش موجودين في حتة المناورة اللي كانت قابلها بأسبوع لأول مرة تدرب السوريخ يام تحت المية ودي أول مرة تحصل في مصر الناس اللي قاعدة هناك بتشوف الله إزان الناس دي عندها قوة بحرية قوية إزان أنا برضعه بالنظر شوف شوف الرضعي بقى المادي فاكر من سنتين لما احنا ادبح لنا عشرين طبطي مصري في ليبيا يومها المجلس أمن القومي بتاعنا اتتمع بالليل ساتريس وأمر تتدخل ودم تدمير جل عناصر اللي عملت هذا الكلام ده اسم الرضع المادي هل بعديها من يومها لحد النهاردة في حد خدش مصري لأن بقى في رضع المادي هتعمل كده قواتنا جاهزة تعبك عشان كده النهاردة المناورة اللي احنا شوفناها دي كانت أحد وسائل الرضع المعنوي إلى من تسوي لها نفسه لأن احنا النهاردة بقى عندك حقول غاز موجودة في البحر المتوسط أمال احنا جبنا الكلام ده من سنتين المسترال المسترال أعدى دلوقتي عند حقله زهر زهره أعدى والتانية في مضيك باب المندب وزي ما انت قلت في المقدمة عشان كده ولك تعملت مقدمة حلوة قوي الكلام ده من كم سنة لما جاء انت غالبين المسترال ليه انت دوبك بتحارب الإرهاب لأ كان فيه رؤية للقيادة السياسية ان دايما لما يكون عندك ثروات ثروات محتاج حماية محتاج حماية وده اللي حصل انك امتا جيبت القوات النهاردة انت محتاج هنا ومحتاج كين دبان في البحر الأحمر صحيح باب المندب النهاردة لو تقفل أسعدنا نتكلم نقول لسي سرع عشان انت النهاردة بتأمن قناة السويس القديمة والجديدة والمنطقة الاستثمارية النهاردة ممكن النهاردة ما انا قلنا هو تصعد الأحداث في المنطقة انه ممكن ايران تستخدم الأزراعة بتاعتها يجي الحسين بكرة لا ولو حقل زهرة أسيبه ازاي بدون حماية بالزبط ده هو بيديني 3 مليار دولار سنويا النهاردة ومسترار بمليار ولسه بقيت الحقول التانية انت عندك تمسح كل دولار انت عندك 4-5 حقول في المنطقة فعشان كده بنقول يا محمد ان كان يجب ان القرار يتخذ الرئيس السيسي منذ 4 سنوات بتحديث القوات المصرية وبالذات القوات البحرية انه قوله انت كان عندك رؤية سليمة للأمن القامل يستحقى الرجل خاصة البحرية المصرية النهاردة تحتل المرتبة الخمسة عالميا وتسبق البحرية التركية بمركزين على الأقل هطلع فاصل أخي